السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليوم إن شاء الله سننهي الشابط الرقم الثمانية الشابطر هذا هو عنوار Chalematics of Particles خلال المحاضرة السادسة من الشابطر الثامن سنرى الرديل Transverse Components of Velocity and Acceleration سنبدأ بشرح الحالة لما تكون الجزائعة موجودة في Polar Coordinate بالنسبة لل Polar Coordinate تكون بالAR والA Theta مثلا وناحظ بإحداثية المتاحة ستكون الزاوية Theta والمسافة هذه R يعني بالنسبة للزاوية Theta ستكون الفكتر A Theta وبالنسبة للPosition R ستكون الفكتر A يعني الفكتر R سيكون R A R زي ما شايفين هذه المتاعة الParticle هنبدأ بأول شيء بالمشتق متاعة الAR هذه المشتق متاحة حسب الزاوية Theta طيب ستكون يعني هي الفكتر العمودي مباشرة على الفكتر AR لكن من اتجاه يعني عكس عقارب الساعة يعني بنروح من AR على عكس عقارب الساعة بزاوية 90 بنحصل طول النتيجة لحي المشتق اللي هي تكون E Theta هذه طريقة نجيب بها المشتق لما يكون على الزاوية Theta بالنسبة للمشتق متاعة E Theta على نفس الزاوية Theta بتكون نفس الطريقة بنروح يعني الزاوية العمودية في اتجاه عكس عقارب الساعة بتكون المتجه هذا اللي هو ناقص E R علشان كده النتيجة بتكون ناقص E R بالنسبة الحين المشتق حسب time بالنسبة لل time هنضرب في D Theta ونقسم على D Theta شيء ما يتغير لأنه هذه نفسها طيب شو بتكون هذه بتعطينا يعني على طول زي ما شفنا E Theta زي ما شفناها الحين وهذه المشتق متاحة تابعا حسب time بيكون رمزلها Theta point Theta point يعني المشتق حسب time النتيجة نهاية بتكون Theta point E Theta يعني المشتق متاحة A R حسب time T يكون Theta point E Theta نفس الشيء E Theta شفناها منذ حين اللي هي ناقص E R شايفين ناقص E R طبعا على طول D Theta بنعوذها بالTheta point على طول النتيجة بتكون D E Theta الطائم بتكون ناقص Theta E R يعني هزا من الثنين لازم يكون الطالب عرفهم الحين حنشوف كيف نجيب ال Velocity والتسارع لما يكون يعني في Polar Coordinate طيب بالنسبة ال Velocity هي المشتق متاعة البوزوشن والبوزوشن متاعة البورتيكل هذي هي R E R يعني R E R بنعوذها هنا اللي هي البوزوشن المشتق متاح طيب R متغيرة والA R متغيرة حسب الزمن Time T يعني هتكون المشتق متاعة ال R الحالها نضربها في AR يعني نحنسوي المشتق متاعة ال R وبعدين نسوي المشتق متاعة AR يعني R في المشتق متاعة AR على Time T طيب على طول المشتق متاعة ال R بتكون R point نضربها في AR والمشتق متاعة AR على Time T شفناها منذ حين اللي هي theta point E theta وهذه R هي نفسة يعني بتكون هذه المعادلة متاعة ال Velocity لما يكون في Plur coordinate نمر الحين للتسارع بالنسبة للتسارع هيكون المشتق متاعة ال Velocity يعني هي المشتق متاعة ال Velocity اللي هي هذه المشتق متاعة المعادلة هذه اللي هي هذه نفسة طبعا R point هي نفسة DR على DT في AR plus R DT DT على Time T في AT بالنسبة لهذه هنوزع المشتق أول شي هنسوي المشتق متاعة هذه نضربها في AR زي ما شايفين يعني هتكون المشتق الثاني متاعة AR بعدين هنسوي المشتق متاع AR يعني هتكون DR في DT على Time T في DR على DT بعدين هنوزع المشتق على هذه بالنسبة لل R يعني هتكون DR في هذا كله هي الموجودة هذا بعدين هيكون المشتق متاع هذا يعني هتكون R theta D square theta على DT square في A theta وبعدين هيكون هذا هو نفسه ثابت اللي هو RD theta بالمشتق متاعة A theta على DR شوفتوا يعني كيف تم التوزيع بتاع المشتق على مختلف يعني الوحدات طيب الحين هنعاوز على طول هذه بتعطينا R second point هذه هتعطينا R point هذه هتعطينا طبعا DR على theta التي شفناها منذ حين اللي هي theta point A theta بالنسبة لهذه R point بالنسبة D theta على time T بتكون theta point ولهذه A theta على طول بالنسبة لهذه تعطينا theta second point اللي هي هذي والR هي نفسها وA theta هي نفسها هذه هتعطينا theta point في R وهذه ما ننسى أنها هي theta point في AR لكن بال minus علشان كده هتكون minus هذي يعني يتمثل الترم هذي طيب لحين نجمع المعامل المشترك بتاعت AR كلهم مع بعض شايفين بتاعت AR مع بعض شو بتاعتين R second point ناقص R theta point square كل هذي في R plus يعني الحين هنشوف المعامل المشترك بتاعت E theta هذي E theta ولا هذي E theta ولا هذي E theta بتكون يعني هذه نفسها هتكون اثنين R point theta point plus هذه R theta second point يعني بتكون كلها بالأدي يعني هذه نتيجة النهائية امتعة التسارع لما يكون البولر الحين هنمر للحالة لما تكون في cylindrical coordinate الفرق ما بين cylindrical coordinate وال polar coordinate أنا هنضيف يعني بوع الثالث اللي هو الكي اللي هو على المحور زالي عندها الزاوية theta والposition R الحين أصبح عندها نفس موضوع اللي هو R ولكن AR اللي هي هذه ربعا هنا ثابتة لأنه radius متعة cylindrical ثابت هنزيد البعد هذا اللي هو على زال الحين كده AR E theta K هي الأبعاد الثلاثة زي ما يشايفين يعني AR E theta K اللي هي الأبعاد الثلاثة لما تكون يعني في cylindrical coordinate طيب الفرق ما بين cylindrical coordinate بالنسبة velocity وال polar coordinate نفس النتيجة اللي شفناها منذ حين اللي هي لكن الفرق أن R هنا ثابتة لأن capital R ولكن منذ حين شفناها small R لكن ضفنا ترم جديد اللي هو Z point K لأن البعد الثالث على المحور Z بالنسبة للتسارع حتكون يعني نفس المعادلة لكن شايفين هنا نفس المعادلة هذه لو نرجع السلايد اللي قبل ه لقي نفس النتيجة لكن R هنا R capital R لأنها ثابتة لأنها cylindrical وزدنا الترم هذا اللي هو المشتق الثاني متعة على المحور Z هذه هي نتيجة التسارع لما يكون في cylindrical coordinate طيب ننهي اليوم الشطر هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته